اهلا بكم بعض الفاصل افكركم احنا اعملنا جدا التورث بتاعتنا هي انجليش كيك وزوعناها عشان تبع ريوش لانهاردة معنا بالمربط الكريز الغامي شكلها جميل جدا شكلها و اكتعمها حلوة كانت كاملة بس تقريبا في حتة نقصة هناك مثل في روسيا بتقول في الايالة كبيرة مطبوص يمين وشمال الحى نفسك قبل ما حد ياخد شيء فماشي بالحنة والشافة اريد اقول لكم انا تعريبا نسيت اقول المفروض في واحد كوب سكر موجود في الوصفة بس لو انتو بتكتبو وملاحيتوش هي كوب سكر بس لو عايزين تشوفوا الوصفة هي موجودة على صفحتي وموجودة على صفحة الكنية وموجودة في كل حتة انتو هتلاقوها ان شاء الله الوصفة التانية هنعملها مع بعض هنعمل الوصفة برضو بيتي جميلة جدا هتبع كيك بصفوف فعشان نعمل كيك الاول هنحط معنا مية وسبعين جرام من الزبدة هنضع الزبدة في البلندر تمام ماذا Bill هنضع الزبدة نص كوب سكر بوني خشن وماأ كوب من سكر كريف و انا هنا كوبات من الديق فنضع الديق ليس كلها لكي نعرف نضرب المكوناتنا نضرب المكونات الى بعدها نضرب المكونات الديق في القادي احنا ممكن نضرب المكوناتنا في الأجان لكي نضرب الحليط في البلندر كنا اضرب المكونات تمام بذلوقتي سوف أضرب حليطه سوف أضرب المكونات اذا كان لدي كتاعات زبدة لا تبتعين احنا ممكن نعمل كده بالشوكا فا نحن نريد أن يدوبك تكون لدينا كرومبل كذا فنريد أن نريد أن نريد لأجينة نريد أن نريد خليط يجب أن تكون الزبدة منفصلة من المكونات الثانية نضيف الحليط حاليا ونضيف المكونات الأولانية هنا أربع بيضات سنستخدم مع بعض البتين كاملة و اثنين صفار من البيت لكي تطلق الوصفة جيدة سنضيف 170 جرام زبدة سنضيف الزبدة مع كوب سكر يجب أن نضيف الحليط الزبدة مع السكر يدخلت كويس جدا لبعضه يعمل الكوام كريمي كده وبعد كده هنبتدي نحط البيت عشان تبقى الوصفة تطلق مظبوطة هذا الكوام الحليط اللي ندور عليه و لازم نضرب كثير على الصورة الواتيو بعد كده هنزود الصورة دي هتحود مننا على قل ستة سبعة دقيقة ممكن اكتر كمان بس لو ايزين الكيكة تطلع مظبوطة لازم تستنوا لغاية الكوام يبقى كده لو ما استنتوش يعني الكيكة مش هتطلع مظبوطة تمام هنزود دلوقتي بيتين تمام واحدة والتانية تمام و هنزود كمان معنا سكر بانيليا تمام هنبتدي نضرب المكونات بتاعنا لكن برضو مننساش نشيل المكونات لو اي حاجة لازت في الجنب الحلة لازم ننزلها تحت تمام تمام دلوقتي انا افصل البياض من السفار عشان في الوصفة دي احنا هنحتاج سفارين واحدة والتانية عشان خطر وقت الحالة انا بحط السفارين على بعضهم على طول لكن في العادي مفروض نستنى لغاية الحليط البيت بتاعيتني ادخلت كويس وبعد كده هنزود سفار وبعد كده واحد كمان دلوقتي هنحط معانا دي عندي هنا كوبيتين ونص دي واندي هنا ثلاثين كوب من لبن الرايب تمام احنا هنملي ايه هنحط معانا الدي وهنحط الدي جوه في المكونات بتاعنا تمام الاول نص الكمية تمام ترجمة نانسي قنقر قاعد ذلك لالواصفة بتاعيتنا هنكون حضرنا ثانية فهنستغل دلوقتي بها بالضوء احر حاجة هنحط احر حاجة هنحط لدينا اي حاجة في الجناب الحالة تمام ونضي احر تعريبة سريع ثم نضيف الحليط 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 ونوضع الاجينة بالسباتشلر جوه في الثانيه عشان تبقى عندنا صف كويس طبعا احنا ما عندناش ود كتيره في الحلق فانا اعمله بصراه لكن في البيت انا باخد راحتي يعني اوضعه بالراحه خالص عشان تبقى خليط متوزن كويس جدا سايدنا بالسباتشلر ووضعنا الاجينة في كل حته ودلوقتي احنا هنحض مع انا كمان المربط البلوبيري انا بحب مربط البلوبيري وبعمل بها حاجات كتير جدا تمام فهنحض المربط تمام تمام وحنضع مربط الوش الوصفه تمام 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 المربط لازم نغتي كويس جدا زي ما انتم شايفين عندي الحليط متشبه الكرومبل وده الصف الاحراني بتاعتنا هيكون خفيف الزبدة اول ما هتنزل في السحنية الفورن الفورن عندي متصحن درجة الحرارة مية وسبعين احنا قلنا الانجليش كيك بنعمله على درجة الحرارة مية وستين مية وسبعين بكتير تمام برضو الوصفه دي لازم تخش في الفورن درجة الحرارة مية وستين تمام ندخل السحنية في الفورن الوصفه ستحض مننا من 40 ل 45 دقيقة وبعد كده ستطلق السحنية كده زي ما انتم شايفين الحتة الفورنية اللي احنا عملناها بقيت تتحمرت شكلها جميلة جدا ومربت البلوبيري بتاعتي بانت من هنا شكلها برضو طحفه اعتاحها دلوقتي عشان احطها هايكو واحده في الطبع وعريكو هتكون شكلها عامل ازاي وانا اشوفكو ان شاء الله في الحالة الجديدة في البرناميك في الفورن مع بلينتيلا اشتركوا في القناة